نروح لملف أخر وهو فيما يتعلق بإيه؟ ببطولة الدوري وإمكانية عودة الدوري خلال الفترة اللي جاية خصوصاً في الزل كورونا والعالم كله طبعاً بيعاني من هذا الفيروس وبيواجه الفيروس ده بكل حزم وقوة وده أمر مطلوب وطبيعي جداً يكون بيحصل من خلال كل دول العالم لكن بالتحديد إحنا بنتكلم في الشق الرياضي والشق اللي بتعلق بالدوري المصري خلال الفترة اللي جاية وأنا عايز أتكلم في حاجة محددة في القصة دي في الأول أهم شيء صحة الجميع ده أمر مفروغ منه يعني مش هينفع نتكلم في حاجة غير كده لازم أهم حاجة أن احنا يبقى حاطين أول اعتبار عندنا أن الكل يبقى حيطه كويسة ويبقى ده الاعتبار اللي ليه الأولوية الأكبر ما فيهاش نقاش خالص يعني لكن لما تيجي تروح كده للدوري الإنجليزي وربطة الأندية المحترفة في إنجلترا وإزاي بيفكروا في السيناريوهات الخاصة بعودة بطولة الدوري الإنجليزي واستكمال الموسم الناس طبعا بيعانوا هناك أكتر مننا بكتير يعني إحنا الحمد لله لغاية دلوقتي الأعداد يعني طبعا ما نتمناش أي حد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا لكن لما تيجي تقرم ما بين الأعداد هنا في مصر والدول الكبيرة مثلا بالتحديد مثلا أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا لا هتلاقي فيه فرق وفيه جاب واسع جدا لكن في نفس الوقت الناس بتكتهد في إيجاد سيناريو مناسب لعودة بطولة الدوري فهما فيه عدد من الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرنس ومن خلال الكلام ده كله اجتماعات طبعا تشفي غرف مقلقة ولا حاجة خلاص كله بياجتماع دلوقتي من خلال الفيديو كونفرنس والاجتماعات عبارة عن إيه جماعة احنا نعمليه خلال الفترة اللي جاي ففيه اكتراح من الاجتراحات خرجت قالك ايه احنا ممكن نبتدي او نرجع نلعب الموسم نكمله من خلال ملعب واحد اللي هو ستاد ويمبلي ده يعتبر ملعب محايد ده ملعب اتحاد الانجليزي ممش بأي نادي من الانديل الموجودة في انجلترا فنرجع حتى لو الامر هيخلينا ان احنا نلعب المباريات ورا بعض على الملعب يعني نبتدي من ساعة 12 اول مباراة من خلال خمس مباريات مثلا في اليوم ونخلص اخر مباراة تبتدي ساعة 8 بالليل لو الامر هيستدعي لكده نعمل كده الاهم بالنسبة لنا ان احنا نتجنب إلغاء الموسم ليه بقى نتجنب إلغاء الموسم لان فيه ازمات اقتصادية كبيرة جدا وازمات تسوقية عظيمة جدا هتحصل لكل الاندية وللاتحاد ولكل الناس هناك فانا عجبني ان الناس مش قاعدة مستسلمة للامر الواقع طبعا الامر صعب جدا وطبعا الازمة كبيرة على الكل لكن في نفس الوقت لا امشوف شغلي مش قاعد من انتخ في البيت ومش قاعد من رايح دماغي وليه حصل يحصل بقى طيب يجي هنا يقول لك اصلاحنا بنستشهد في مصر بالدول الكبيرة في اوروبا وازاي هيتعاملوا في الجزئية دي بخلاف ان الجزئية دي بصراحة سلبية دايما لازم اشوف في اوروبا هيعملوا ايه واعمل زيهم لا لازم انا فكر واشوف انا عامل ايه لكن بما اننا يعني بنفكر بالطريقة دي ونشوف ايلا هيحصل في اوروبا فانجلترا اقيت لك احنا ممكن نروح على ملعب واحد نلعب المطشط طبعا فيه تعقيم بشكل كامل اللعايب الكلام من ده الاستاذ نفسه بنجدون جمهور كمان وده امر مهم لكن الاهم بنسبالنا ان احنا نشتغل ونخلص الموسم طب ما ليه ما نطبقش الفكرة دي في مصر مسلا خصوصا احنا اعداد عندنا قليلة طبعا مع وضع في الاعتبار ان اهم شيء صحة اي فرض في المنظومة ده اهم حاجة لو خلاص حكمت ان انت تلغي الدوري يلغي الدوري صحة اي حد اهم من الباصة في المطش اهم من اي حاجة ده طبيعي لكن في نفس الوقت لو فيه امكانية وهو الطلب هنا عبارة عن ايه امكانية دراسة احنا عايزين ندرس الوضع ندرس الموقف اللي هو ممكن يتمثل في ايه باقتراح من الاقتراحات ان احنا نلعب بلاش ملعب واحد يعني وينبلي مثلا هناك هو الملعب الوحيد اللي يعتبر ممكن يكون محايد بالنسبة للاندية كلها والملعب بتاع الالتحاد الانجليز زي انت عندك هنا فرص كبيرة وملاعب كتيرة ممكن تلعب عليها وتخلص الدوري زي ايه مثلا عندك استاد الجيش في السويس واستاد بورج العرب لو جاهز في اسكندرية وعندك استاد الجونة اماكن كلها بعيدة جدا عن ايه تجمعات وتقدر ان انت تتحكم في التعقيم وفي ادارة المباراة ولعب المباراة واقامتها وكل الكلام من ده تقدر تعمل كده ده كله حيبقى تحت بند الدراسة احنا بنتكلم هنا كمقترح من ضمن المقترحات اللي ممكن الناسكم بتفكر فيها عايزين نفكر بشكل ايجابي بشكل تفاقلي عايزين دايما نفضل في صيغة التشائم وندني صعبة وخلاص الكرونة مش هترجع وكلام من ده نفكر زي ما الناس بتجتمع هناك وبتفكر في انجلترا وفي كل دولة في دولة كتير جدا بتقترح يعني اقتراحات كتير ممكن من خلالها تخلص الموسم لان ده اهم شيء بالنسبة لهم يجي عندك بقى هنا في مصر يقول لك مسئول يقول لك ايه انا يا جماعة خلوا بالكم لو جيهم 14 ابريل الدوري بالنسبة لك اتا بتهزر يعني يا ايه الهزار ده ايه الهزار ده من مصلحة مين الدوري تلقي يا سيدي احنا والله مفارق معنا اهلي يكسب الدوري ولا يخسر دوري الاهلي عنده كم كبير جدا من بطولات الدوري على مدار تاريخه مش محتاج الدوري السنادي طبعا ايه بطولة بالنسبة لجمهور الاهلي ده عايز برده عشان ما مطافقين يعني تبقى بطولة مهمة وعايز تكسبها لكن لما تيجي تفكر في مصلحة العامة ولا مصلحة انك هتكسب دوري لا لازم تفكر في المصلحة العامة المصلحة العامة بتتكلم بخصوص ايه بخصوص الجانب الاقتصادي والتسويكي لا بتقول ان ان انت لازم تخلص الموسم عشان تتجنب الخسائر المادية الكبيرة جدا اللي ممكن يتعرض لها كل الاندية والتحاد المصري وكل الكلام من ده فسيبك من مسؤولين اللي بيطلعوا يهزروا يقولك ايه لا يا عم خلاص انا لو جي يوم كذا يبقى بالنسبة للدور يتلغى طب لو بطولة افريقيا مع بطولة افريقيا اسمعها تصرحات كتير جدا المسؤولين على التحاد الافريقيا مبارح واكتر من المناسبة قالك ما فيش اي نية للإلغاء طب سأيتها تعمل ايه هل هتعتبر بطولة افريقيا تلغيت ولا ما تلغيتش وهينا برضو السؤال ولا انا بقى اتكلم وخلاص وبقول ايه تصرحات وخلاص فللأسف لازم تبقى دارس تصرحاتك قبل ما تتكلم احنا معتدين ان انت وتبقاش دارس تصرحاتك يعني كده كده احنا عارفين لكن في كل الاحوال لازم تحط المصلحة العامة هي اهم شيء بالنسبة لك ما تتكلمش في حيط تتلقى الدور يتلغي وخلاص والدنيا تمشي ويبقى الموسم ده تلغي هل ده هيبقى في صالح الكورة المصرية لا فبالتالي المجمل يعني ملناش دعو بحد اللي بيقوله المجمل نحن لازم نفكر في المصلحة بتاعت الدوري المصري مصلحة الموسم الكوروي من جانب التصويق ومن جانب الاقتصادي والتي بتتمثل في عودة الدوري واحنا عايزين ندرس يا جماعة امكانية على غرار طبعا دول الاوروبية اللي بيتعاني اكتر مننا في المرض بخصوص فيروس كورونا ندرس ما بولش نرجع نلعب بس حسسونا ان انتو بتدرسوا كما سؤوليني على التحاد الكورة بتكلم على الجانب الكوروي طبعا تحديدا حسسونا ان انتو بتدرسوا وبتفكروا ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة الجاية والحلول تتمثل فيه ايه السيناريوهات اللي ممكن نقدر من خلالها نخلص الموسم لان ده اهم شيء في الحياة فقلنا مقترح ان انت ممكن تلعب في استاد برج العرب الجيش بالسويس استاد الجيش بالسويس وايضا استاد الجونة كاماكن متفرقة بعيدة جدا ممكن تحط فيها بعض المباريات اللي تتلعب وتحاول تخلص الموسم كمقترح من دم المقترحات وهناك طبعا فيه فنادق ممتازة جدا هتبقى معقمة بشكل مميز وفنادق هتبقى على اعلى مستوى لاستضافة اللاعبين واستضافة الفرق المختلفة عشان تحاول تخلص باند من البنود المهمة اللي عندها كله بتتمثل في بطولة الدورية الموسم الكروي في مصر خصوصا مع التأجيلات اللي حصلت في الاجندة الدولية طبعا من قبل فيفا من قبل الاتحاد الافريكي وكلام من كمان الاتحاد الافريكي اجل نصف النهاية في بطولة الدورية وعبطال الافريكية والكونفترالية والنهاية كمان لأجل غير مستمى لغاية لما يشوفوا الدنيا لكن مبدئيا الناس تتكلمين احنا ممكن نرجع نصف خمسة ستة سبعة على حسب الظروف وعلى حسب الفيروس هيودينا لحد فين ان شاء الله نتمنى بإذن الله ان قصة فيروس كورونا دي تخلص في أسرع وقت ممكن عشان ترجع الحياة لطبيعتها لكن أرجوكم يا جماعة بتكلم على المسؤولين تحديدا عن الكرة في مصر أرجوكم حسسونا ان انتوا بتفكروا حسسونا ان انتوا مش مستانين تشوفوا الناس برا هتعمل اي ونعمل زيوه حتى لو انت بتفكر المنطلق ده فعندك مثال الاتحاد الانجليزي دلوقتي او لا ربطة الانديل محترفة في انجليزي مش الاتحاد الانجليزي الناس بيجتمعوا بيقولك احيمكن نلعب البطولة او نكمل الدور الانجليزي على ملعب واحد حتى لو الامر حكم علينا ان احنا نلعب خمس ماشط في اليوم نبتدي من الساعة 12 الدور نخلص الساعة 8 لكن اهم شيء ان احنا نخلص الدور فلازم احنا كمان يكون تفكرنا في الاتجاه ده فده امر غاية في الاهمية ولازم ان احنا نفكر فيه بالتحديد من قبل المسؤولين عن الكرة في مصر